انتهت المباراة التي تخوف منها الجميع بالتعادل والسيناريوهات المطروحة على الطاولة تؤكد بقاء أمل للمنتخب والمناصرين فنتمنى أن نذهب إلى مباراة موريطانيا ببيت الجواهر أنا عندي وإن خبأ أمل جذوة في القلب تشتعل وأن لا نخرج منها ببيته الأشهر أنا عندي من الأسى جبل يتمشى معي وينتقل فما السيناريوهات؟ السيناريو الأول يتوجب على منتخبنا الوطني الفوز على نظيره الموريطاني مقابل فوز بوركينافاسو أو أنجولا في المباراة الأخيرة التي ستجمعهما وسيسمح هذا السيناريو بتأهل جزائر برصيد خمس نقاط أما السيناريو الثاني فتعادل بوركينافاسو وأنجولا وفوزنا على موريطانيا سيقلص من حضوظنا ولكن لا يلغيها فنعلق عندها آمالنا على كوننا أفضل الثوالث وفقا لفارق الأهداف وفي هذه الحالة يتوجب على أشبال بالماضي الفوز بفارق هدفين فما فوق إلى السيناريو الثالث الذي يشكل التعادل مع موريطانيا فيه فرصة للتأهل أيضا لكن ضمن أفضل ثوالث مهما كانت نتيجة مباراة أنجولا وبركينافاسو وفي حال خسر أشبال بالماضي معركتهم الثالثة فسيعيدون سيناريو كان الكاميرون بالعودة مبكرا إلى أرض الوطن ومغادرة المنافسة الأفريقية من أولها لكن مدرب موريطانيا بدأ الملاسنة مبكرة إلى التعليقات نبدأ بعبد الناصر الذي كتب أنه أمر عادي يقول هذه الكلمة في إطار المعركة النفسية وحتى بالماضي على باله وشكين ليلة كتبت أفضل حاجة ديرها موريطانيا لتشحن اللاعبين والمناصرين تخرج تهاجم وهذا طبيعي جدا بينما بغداد كتبا أولا نهنئ الشقيقة موريطانيا بالأداء الرائع واللعب الجماعي والحرارة حقا فريق رائع فقط بعض الخبرة وانتظروا منتخبنا سيقولوا كلمته مستقبلا أما عن تصريحات المدرب هي عادية وعلى بالماضي قراءة اللقاء بكل دقة